أصدرت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد صالح قرارا رقم اثنين بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين جاء فيه تكون أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظف حكومة مملكة البحرين وأسرهم ومن غير المشتركين في نظام رعاية الصحية الأساسية لعمال المنشأة بوزارة الصحة سبعة دنانير للاستشارات الطبية العامة وسبعة دنانير للاستشارات الطبية للأسنان فقط وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية وتشمل هذه الأجرة المراجعة الصباحية والمسائية وصدر القرار في الجريد الرسمي يوم أمس الخميس ويعمل به اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق العشرين من يناير من العام الفين وسبعة عشر هذا ونص القرار أيضا على عدم صرف الأدوية التي يصفها الأطباء وللمرضى المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار من صيدليات مراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية ويتحمل المريض صرفها من صيدليات الخاصة وحددت المادة الثالثة من القرار في أتي أجرة الخدمات الصحية الأخرى كخدمات التحليل المختبرية وخدمات الأشعة والخدمات الطبية للأسنان والخدمات التمرضية وخدمات رعاية الأمومة والطفولة وخدمات العلاج الطبية